نستكمل سويا ما بدأناه عن دراسة سلوك الدلة خدنا التزايد والتناقص ناخد التعريف اللي بيقول ان الدلة Y بتسوي F of X بسميها دلة سابتة او كونسانت فونكشن على الفترة من A الى B اذا تحقق الAT ان لأي نقطةين X1 و X2 بينتموا في هذه الفترة فان الارتفاع بتاعي او ال Y بتاعتي او قيمة الدلة عند X1 هتسوي قيمة الدلة عند X2 يعني ايه الكلام ده يعني الدلة بتاعتي هتبقى عبارة عن خط مستقيم افقي موازي محور X في الفترة من A الى B مثلا لو انا عندي F of X بتسوي C ده معناه ان لو جيت ارسم كده ده محور X وده محور Y الاقي الدلة بتاعتي على ارتفاع C طيب F of X بتسوي اكبر عدد صحيح اقل من ال X دي زي ما شفناها قبل كده عبارة عن سلم كده ادى ايه من صفر الواحد من واحد الاثنين من اتنين لثلاثة وهكذا الدلة دي سابتة في الفترة من صفر الى واحد وسبتة في الفترة من واحد الاثنين وسبتة في الفترة من اتنين لثلاثة وهكذا تعريف جديد بقول الدلة Y بتسوي X هيكون لها قيمة عظمة محلية يعني ايه محلية يعني في فترة معينة في هذا المحل اسميها Local Maximum وقيمتها F of C عند ال X بتسوي C اذا وجدت فترة زي ما قلتلكم كده محلية فترة مفتوحة بسميها I تنتمي للدومين بتاع هذه الدلة بحيث ان F of X اي قيمة قيمة اي نقطة او قيمة الدلة عند اي نقطة X دايما وابدا اقل من مين من F of C يعني لو كد الفترة دي بتاعتي هي I فالرسمة بتاعتي مثلا على سبيل المثال حاجة بالشكل ده كده يبقى اكبر قيمة هنا عند مين عند السي ارتفاحها ايه ارتفاحها F of C طيب F of C طيب بالنسبة لأي نقطة تانية مثلا X هنا لا الارتفاع ده يبقى اصغر الارتفاع ده يبقى اصغر اي نقطة تانية في الفترة دي في الفترة I هيكون ارتفاع او قيمة الدلة عندها اصغر من قيمة الدلة عند النقطة C اللي بحصل عندها قيمة عظمى محلية محلية ليه لاني بدرسها في الفترة I بس او من A الى B تعريف اخر بنقول الدلة لها قيمة صغرى محلية Local Minimum وقيمتها F of D عند النقطة دي برضو ها فين في فترة اذا وجدت فترة I ها فترة جزئية من الدومين بتاعتي بحيث محيث بقى ان قيمة الدلة عند اي نقطة دايما وقابلها هتبقى اكبر من قيمة الدلة عند مين عند الدي لكل X سنتيملان يعني ايه الكلام ده يعني لو الدلة بتاعتي بالشكل ده كده على الفترة اللي اسمها I فالنقطة ده هي اللي عندها اصغر الارتفاع اسمها مين دي الارتفاع ده F of D لو انا بصيت عند اي نقطة تانية منها او يسارها هلاقي الارتفاع بتاعي اكبر من F عند مين عند الدين في الحالي اقول ان الدلة لها قيمة صغرى محلية في هذه الفترة نظرية؟ بقول اذا كانت الدلة Y بتساوي F of X قابلة الاشتاق ده اول شرط ان هي تكون قابلة الاشتقاق ثانيا ان هي متزايدة على الفترة A الى B طب النتيجة ايه بقى فان مشتقط الدلة عند اي نقطة في هذه الفترة هتكون ملها اكبر من كام اكبر من الصفر نقول تاني اذا كانت دلة Y of X قابلة الاشتقاق ده اول شرط الشرط التانية ان هي متزايدة على هذه الفترة فان مشتقط الدلة عند اي نقطة على هذه الفترة ملها هتكون اكبر من الصفر نظرية تانية لو الدلة F of X قابلة الاشتقاق على الفترة من ال B ومتنقصة على هذه الفترة فان المشتقة بتاعتي او قيمة المشتقة بتاعتي عند اي نقطة في هذه الفترة لازم هتكون ايه اقل من كام اقل من الصفر. نظرية لو الدلة بتاعتي وي بتسوي F قبل اشتقاق على فترة i وكاية F عند نقطة x0 في هذه الفترة تسوي صفر فلازم عند هذه الفترة يحصل قيمة صغرى يقيمة ايه؟ يقيمة عظمة هيحصل قيمة صغرى يقيمة عظمة عند هذه النقطة نختم بالرسمة اللي قدامنا دي لو انا افترضت ان رسمة الدلة دي هي عبارة عن الرسمة اللي قدام دي هي عبارة رسمة F أو Y تسوي F فنبص مع بعض النقطة ده عظمة النقطة ده عظمة النقطة دي عظمة خلاص طب دي صغرى طب دي صغرى ودي صغرى طب ايه الفرق بينهم؟ اه الفرق بينهم انا بسمي ده اللي هي اكبر واحدة اعلى قيمة عندي Global Maximum خلاص لكن دي بسميها عظمة محلية دي بسميها عظمة محلية يعني ايه عظمة محلية؟ يعني في الفترة بتاعتها ده هي اكبر قيمة لكن لكن دي برضو نفس الكلام عظمة محلية لان في الفترة دي هي اعلى قيمة موجودة لكن دي بسميها ايه؟ Global Maximum نفس الكلام بالنسبة لمين؟ للصغرى؟ دي صغرى دي صغرى دي صغرى دي اصغر واحدة فيه فاسميها Global Minimum لكن كل من هذه النقطة وهذه النقطة اسميها ايه؟ اسميها اسميها ايه؟ ايوة بالزبط كده صغرى محلية ليه؟ لان في الجوار بتاعها ده مثلا دي اصغر نقطة عندي